عقد مجلس الوزراء اجتماعه الإسبوعي صباح اليوم الاثنين في المطار الأميري برئاسة سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء أحيط مجلس الوزراء علما في مستهل اجتماعه بمغادرة حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاخ ظهر اليوم إلى العاصمة الإيطالية روما لإجراء الفحوصات الطبية المعتادة سأل المولى عز وجل أن يديم على سموه حفظه الله ورعاه نعمة الصحة والعافية والعمر المديد وأن يحيطه بكريم عنايته ورعايته في حله وترحاله ثم استعرض مجلس الوزراء نتائج مشاركة ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد الشيخ مشعل أحمد الجابر الصباح حفظه الله خلال حضوره سموه القمتين العربية الصينية والخليجية الصينية والدورة الثالثة والأربعين للمجلس الأعلى لدول الخليج العربية التي عقدت في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية الشقيقة يوم الجمعة الماضي والتي تم خلالها مناقشة أبرز القضايا بين قادة ورؤساء وفوط الدول الخليجية والعربية ورئيس جمهورية الصين الشعبية الصديقة والتي من شأنها تدعم العمل الخليجي والعربي المشترك حيث تم التأكيد على الثوابت التي تقوم عليها سياستهم في التعاون والتضامن فيما بينهم في ضوء الأوضاع الراهنة في منطقة الخليج العربي والمنطقة العربية كما تم الاتفاق على تعزيز الشراكة الاستراتيجية القائمة بين دول مجلس التعاون الخليجي وجمهورية الصين الشعبية الصديقة والتأكيد على دفعها نحو آفاق جديدة في مختلف المجالات بما يحقق المصالح المشتركة بينهما وقد أشد مجلس الوزراء بالنتائج الإيجابية التي أسفرت عنها القمتين العربية الصينية والخليجية الصينية والدورة الثالثة والأربعين للمجلس الأعلى لدول الخليج العربية والتي عكست حرص قادة الدول الخليجية والعربية والصين على تحقيق التضامن والتكامل المشترك ودفع الشراكة الاستراتيجية نحو تحقيق التطلعات الشعوب والمصالح المشتركة ومن جانب آخر أحاط نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط دكتور بدر حامد الملة مجلس الوزراء علما بتوقي مذكرة تفاهم لتطوير حقل الدرة بين كل من الشركة الكويتية لنفط الخليج وشركة أرامكو لأعمال الخليج يوم أمس الأحد للاتفاق على آلية مباشرة وتنفيذ تطوير الحق بين حكومة دولة الكويت وحكومة المملكة العربية السعودية تنفيذا لمذكرة التفاهم المبرمة بين حكومتي دولة الكويت والمملكة العربية السعودية بتاريخ الرابع والعشرين من ديسمبر 2019 ومن جانب آخر اعتمد مجلس الوزراء مشروع مرسوم بتعيين سعادة السفير منصور عياد الاعتبي نائبا لوزير الخارجية بالدرجة الممتازة كما اعتمد مجلس الوزراء مشروع مرسوم بتعيين عميد ركن متقاعد محمد عبد العزيز سعود بعركي رئيس المركز الوطني للأمن السبراني بدرجة وكيل وزارة وقرر مجلس الوزراء رفع مشروعي المرسومين إلى سمو نائب الأمير وولي العهد حفظه الله ومن جانب آخر قرر مجلس الوزراء تكلف شركة المشروعات السياحية بإقامة مشروع ترفيهي لتطوير حديقة جنوب الصباحية كما بحث مجلس الوزراء شؤون مجلس الأمة واطلع بهذا الصدد على الاقتراحات برغبة المقدمة من أعضاء مجلس الأمة ثم بحث مجلس الوزراء الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي وبهذا الصدد هنأ مجلس الوزراء مملكة البحرين الشقيقة بمناسبة الذكرى الحادية والخمسين للعيد الوطني لمملكة البحرين الشقيقة الذي سيصادف يوم الجمعة القادم وبهذه المناسبة يتقدم مجلس الوزراء بخالص التهنئة لمقام صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى بن سلمان الخليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة وإلى الشعب البحريني الشقيق مؤكدا على عمق العلاقات الأخوية التاريخية القائمة بين البلدين والشعبين الشقيقين مشيدا بالنغضة المباركة وما تحقق من إنجازات متميزة على أرض المملكة الشقيقة كما أعرب مجلس الوزراء عن ترحيب دولة الكويت بالتوقيع على الاتفاق السياسي الإطاري في جمهورية السودان الشقيقة مشيدا بهذا الاتفاق الذي يشكل خطوة مهمة نحو تحقيق الوفاق الوطني وإنهاء الأزمة السياسية في السودان مؤكدا على موقف دولة الكويت الداعم للآلية الثلاثية في تسهيل الحوار بين أطراف المرحلة الانتقالية ولكل ما من شأنه تحقيق الأمن والاستقرار والسلام في السودان اشتركوا في القناة